مع محللين نبدأ معك أمين ماذا حدث في الشوطة الأول وماذا حدث في الشوطة الثانية حتى انقلبت الأوضاع لصالحين ماذا فعل بالماضي من الناحية الطاكتكية أريد أن نستمع لجوابك ولكن بعد أن نشاهد هدفي المباراة الذين سجل في 22 دقيقة الأخيرة دخول عمورة أعطى نفسا قويا للمنتخب الوطني الجزائري هربة سريعة من عمورة بعدما استرجع الكرة استدمت تسديدته بالقائم لتعود وتجد شيبي هذا الرجل المنقذ عندما تغيب الحلول يظهر شيبي ليسجل هدف أعطى الكثير من الثقة لأشبال المدرب الماضي الذين سارعوا لتسجيل هدف ثاني عن طريق رميز زروقي هذا الأنيق المتأنق الذي صار يقدم مباريات رائعة بعدما تولت عليه الانتقادات في الأشهر الماضية الآن المباراة الرابعة على التوالي رميز زروقي عشرة على عشرة يقدم أداء رائعا تفضل الله أمين قبل الكلام على العناصر المتألقة في هذه المباراة ونقاط ضعف المنتخب الوطني في الشوط الأول والرسم التاكتيكي الذي انتهجه جمال برماضي دعني أقول لك أن منتخب المزنبيق منتخب محترم الأجواء المناخية في أداء الإفريقيا كانت مباراة للعبين الجدد لمباراة تعارف إن صح القول أرضية الملعب توقيت المباراة والتحكيم أيضا خاصة في الشوط الأول والتدخلات الخشنة التي تعرض لها رفقاء عطال عوامل تصعب عليك المباراة الأخ محمد ضف إلى ذلك خسارة لعبين مهمين في هذه المباراة اللي هما إسلام سليماني هدى في المنتخب الوطني وعيسى منديلي الذي يعتبر قطعة أساسية في المنتخب الوطني مع مطلع أول ربع ساعة محمد أخلط نوعا ما حسابات النخب الوطني هذا شيء مفروغ منه لذلك فإن النتيجة المحققة والعودة بالزادي كاملا تستحق البناء عليها وهي مباراة معيارية للحكم على أشبال النخب الوطني بعودة إلى النهج التاكتيكي نرى أن النخب الوطني جمال بالماضي دخل بالرسم المعتد وهو ربع ثلاثة ثلاثة هجومية عودة أي تنوري وابن سبعيني لخط الدفاع بن طالب في مرحلة البناء وقام بمباراة فعلا لبأس بها في مرحلة البناء كان يسقط بجانبه سوفيان فغولي كمحور مزدوج وشاهدنا مرونة النخب الوطني محرز كان في كل مرة تابت على الخط شاهدناه لما يسقط في غولي في مرحلة البناء هو الذي يدخل في الممر الداخلي لتفريغ الممر الخارجي لعطال ولكن محمد ولكن لما تكون عندنا الكرة لما ما تكونش عندنا الكرة شاهدنا في كل مرة فغولي لا يغطي كل مرع الطال ومحرز ومحرز لا يقوم بالأدوار الدفاعية في اعتقادي هذا ما دفع بالناخب الوطني في إخراجه في الشوط الثاني عكس جويري الذي كان في الشوط الأول وربما توجيهات الناخب الوطني باتجاه أي تنوري الذي لم يصعد كثيرا ولم نشاهده في مرحلة منطقة التنقلات عفوا ولكن كان يقوم بالأدوار الدفاعية لأن منتخب موزنبيق فيه تنويع في اللعب يهاجم على الجهة اليمنى يهاجم على الجهة اليسرى لاحظنا أيضا كرة منتخب الموزنبيقي أكاديمية وكما قلت لك في الأول هو منتخب محترم إلى بعد نعم سنحاول أن نحلل ونفصل هذه المباراة نقطة بنقطة سنتوقف عند أحداث مثيرة شاهدناها أمس في هذه المباراة الكبيرة التي لعبها المنتخب في الشوط الثاني وكان غائبا فيها في الشوط الأول لو نبدأ بأول نقطة التحول معك يميدو وهو الإصابات المفاجئة التي نخرت جسد المنتخب في بداية المباراة خروج مندي ثم تبعه خروج سليماني كيف أثر هذا على أداء المنتخب؟ أعتقد بأنه خروج مندي ساهم في دخول توغاي توغاي دخوله كان موفق صنفوت مع دربما هو بن سبعيني منذ مدى أنا أتحدث عن مشكلة الكورات خلف ظهر بن سبعيني ومنديا أو خلف ظهر بن سبعيني وتوغاي وليت جدد أمس سليماني خروجه أعتقد بأنه خللنا أنه يأخذ قرار شوجع ربما في الوقت سابق ما كانش يأخذ قرار مثل أخذها أمس ربما ما كان يوضع مباشرة بونجاح مكانه لكن أقحم عمورة كقلب هجوم ومن بعدين شفنا عمورة تحول كجنح أيصر وشفنا شايبي كمهاجم مهمي تغيير خروج سليماني وخروج هل أثر على المنتخب؟ لا لم يؤثر لماذا إذن شاهدنا المنتخب بذلك الأداء الكاريتي في الشوط الأول وش كان نحيا سوري بليو كام بقامن ديمن وقعدوش بذلك الأداء الكاريتي رياني سور في الفوتبول لكن تدخل ميدو بخطة وبلعبين معينين ثم تفقد ركزتين أساسيتين سليماني في الهجوم ومندي في الدفاع تشثر تخينا أن اللعبوا بنفس المستوات هم هؤلاء اللعبين اللي دخلوا أعطاوا الإضافة أكتر خاصة عمورة ليساهم في الهدفين شفنا دخول بوداوي أيضا في الشوط الثاني ما كان قويري لي كان غائب في الشوط الثاني حصلنا على التوازن المطلوب لكن في الشوط الأول أمين هل تتفق مع ميدو؟ المنتخب الوطني في المباراة كانت لقطة لقطة كانت عن طريق عمورة بعد دخوله الهربة ليهربها لمدافع الجالي وما كان حاب يدير تمريره من باسون والريتري للمحرز خرجها الحارس قبل ذلك ما صنعنا ولا فرصة أمين المنتخب تأثر بخروج سليمانيا ومندي أو لا؟ تتأثر أكيد لماذا؟ لأنه الناخب الوطني جامع الماضي بنى خطة معينة ترتكز على إسلام سليماني على تواجد إسلام سليماني كرأس حربة واحد المنتخب بدأ بخطة ربعة واحد ربعة واحد أو ربعة ثلاثة ثلاثة نعم ربعة ثلاثة ثلاثة ولكن تطبيقه على الميدان كان ربعة واحد ربعة واحد لأنه محرز لم يكن يغامر كثيرا بالصعود كذلك الجناح الآخر غويري لم يكن يغامر كثيرا بالصعود سليماني كان وحده كرأس حربة من أجل أن يخطف بعض الفرص الممكنة بدأنا المباراة بطريقة جيدة المنتخب الوطني تقريبا استحوذ على الكرة وحرم الموزنبيق منها طيلة خمس دقائق الأولى ولكن بعدها بعد أول فرصة انكشف الضعف الكبير للمنتخب الوطني في الارتداد الدفاعي مثل ما ذكرناه في الحصة السابقة عانينا على الأروقة خصوصا جهة يوسف عطالي بما أنه الدعم الدفاعي كان غائبا من رياض محرز الذي لم يقم كثيرا بالواجب الدفاعي لذلك خروج ماندي أيضا أثار كثيرا على المنتخب الوطني لا أوافق ميدو بخصوص توغاي توغاي لما دخل في الدقائق خصوصا العشر دقائق وربع ساعة الأولى لنقل للشوط الأول ككل توغاي أداؤه لم يرقى إلى المستوى كان تشعر كأنه نفسيا لم يكن متحضرا ومهيئا للدخول في هذه المباراة وفي الجهة الأخرى محمد لا يجب أن نحرم المنتخب المنافس موزنبيق من حقه منتخب سريع جدا في تحولات الهجومية منتخب تشعر بأنه درس المنتخب الوطني الجزائري بطريقة جيدة خصوصا في الهجمات المعاكسة على الأروقة في آخر المطاف المنتخب الوطني الجزائري عاد بزاد كاملا وهو الأمر الأهم في مثل هذه المباراة التي تجري في هذا التوقيت في أدغى الإفريقيا عودنا من فضلك عادل لقطة إسلام سليماني مع أمين عودية سنحاول أن نفهم ماذا كان يريد إسلام سليماني أن يفعل لأن الجميع قال لماذا لم يرفع هنا إسلام سليماني الكرة فوق رأس الحارس ويسجل هدف أحبس لللقطة عود أرجع أحبس لللقطة لماذا لم يرفع إسلام سليماني الكرة فوق رأس الحارس أو يذهب مباشرة بمراوغة جسدية يذهب على الجهة اليمنى يعني يراوغ الحارس ويذهب هنا وقف هنا شوية فقط هنا وقف شوف هنا إسلام سليماني مرتاح جدا الكرة بعيدة عليه بما فيه الكفاية حتى يضحها بكل أرياحية يرفعها فوق رأس الحارس ويضحها في الشباك أو يختار المخادعة الجسدية يعمل نفسه رايح على الجهة اليسرى ثم يهرب بالكرة على الجهة اليمنى يراوغ الحارس بكل سهولة ويسكنها في الشباك لماذا لم يختار إسلام سليماني الاختيار الصعب أنا لا أستطيع أن أقول الاختيار خاطئ لأنك لعبت الكرة وتستطيع أن تقول لنا هل كان اختيار إسلام سليماني هنا صائبا أم خاطئا ولماذا فعل هذا أولا إسلام سليماني مهاجم صندوق محمد وليس مهاجم يحسن اللاعب خارج الصندوق خاصة على بعد 30 متر هنا نحن على بعد 30 متر نعم 25 متر هذه أولا تانيا لنجاح هذه اللقطة يجب أخذ المعلومة إسلام سليماني أخذ المعلومة أرفع رأسه هنا شوف هنا أرفع رأسه لا أخذ المعلومة معلومة التمرير إلى الزميل نعم لا معلومة خروج الحارس تقدم الحارس نعم الآن مفاتيح نجاح هذه اللقطة مثل ما قلت أخذ المعلومة المراوغة خارج الصندوق لوضع الكرة في الشيبك إسلام سليماني اختار الحل الصعب الحل الصعب وهو تمرير الكرة ولاحظنا أن المدافع كان موجود مع الشايبي لا يستطيع تمرير الكرة لشايبي أحسن شيء كان ممكن القيام به ليس رفعه فوق الحارس مراوغة الحارس محمد لما الحارس أنت تكون بسرعة الفائقة أنت الذي لك أفضلية أخذ الكرة لا فانت محمد أحسن شيء كان أحسن المدربين لما يقول لك لما تكون الحارس خارج لك فانت خداع الحارس ذهب يا سارا تذهب على يمين ممكن أنك تسجل أو تمرر كما فعل ابو نجح لو نتذكر في كأس العرب